معنا من بغازي أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي ومن باريس الكاتب والباحثة السياسي الليبي سيد عبد الحكيم فنوش أهلا بضيوفي سأبدأ بداية مع الدكتور يوسف دكتور يوسف تطورات عديدة لكن أبرزها اليوم ترشح المشير خليفة حفتر البعض كان متوقع لهذا الترشح قال ربما سنراه في الأيام الأخيرة لكن ها هو يظهر قبل فقط دقائق أو ربما ساعات من الآن كيف ممكن أن تنظر لهذا الترشح ما أفاقه ما حظوظها أيضا بسم الله طبعا شكر لك أستاذنا طبعا اليوم الحقيقة هذا الترشح للسيد المشير هو إعلان الترشح هو يعتبر نقطة حقيقية وتطور مهم حول مشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية القادمة وهذه طبعا أمر أمور دماراطية يجب أن نعتمدوها ونقضو عليها بشكل أساسي طبعا هذا الموضوع هو طبعا مهم بدرجة كبيرة خصوصا أن جل المرشحين هم عندهم مشاريع انتخابية ومشروع انتخابي خاص بهم ولكن طبعا السيد المشير طبعا ترشح اليوم نتيجة طبعا للظروف لتمربيع العصيبة ليبيا بشكل أساسي وكذلك للمواقف الآن التي نحن نلاحظ فيها وخصوصا الفترة السابقة من ترشح عزم السيد المشير على نجاحات حقيقة على مستوى قيادة الجيش وتطوير الجيش بشكل رئيسي وكذلك نتيجة الظروف لتمربيع البلاد وكذلك نتيجة الوضع الحالي نشوف فيه المتأزم الذي طبعا ليبيا تتميز بثروات كبيرة وهائلة ولكن لم تكن هذه الثروات في أيدي أمينة كما تكلم السيد المشير ولم يكن لك شخصية إلى الآن والحكومات السابقة دكتور يوسف دعنا أذهب إلى مسألة ترشح بشكل أساسي ما حضوض المشير خليفة حفتر هو يمثل جزء كبير من الشرق الليبي يعني الثقة المختلف في طرابلس والغرب الليبي وربما في الجنوب هل له حضوض كبيرة في الفوز بهذه الانتخابات الجامعة الليبية اعتقادي طبعا الشخصي وجد نظر شخصية عنده حضوض كبيرة حقيقة في عملية التلفوز بهذه الانتخابات الرئاسية عنده حضوض كبيرة جدا خصوصا نحظة بشعبية خصوصا أنه قاد مرحلة حقيقة صعبة في البلاد كافع الإرهاب في المنطقة شرق ليبيا وجنوب وطبعا حاول أنه على الأقل كافح الإرهاب بشكل أساسي وكذلك بلا جيش من عدم بعد فترات من الصراع اللي شوف فيه لحظوا فيه وبعد محاربة المجتمع الدولي حتى بالأساس لعملية تسليحة الجيش وعملية تطوير الجيش وهو قاد الجيش وحاول يأسس لبناء جيش كبير على جاهزية تامة ولحظنا حتى كفاحة الجيش للإرهاب حتى داخل الحدود الجنوبية بشكل أساسي في جنوب الليبيو وحق جيش من متقدمات هو يؤهل المشير خليفة حفتر لأنه يحضر بشعبية كبيرة في مسألة الاستخابة الرئاسية طيب سيد عبد الحكيم فنوش ها هو يترشح المشير خليفة حفتر بالأمس أيضا فقط رأينا ترشح سيف الإسلام القذافي ما حظوظ المشير خليفة حفتر في هذا التوقيت ويحمل إرث ربما في المرحلة الماضية كان رأس حربة أمام الميليشيات في طرابلس قاد مرحلة وطنية مختلفة حتى بالنسبة للجيش الليبي وما شابه ما حظوظ المشير خليفة حفتر تعتقد سيد عبد الحكيم مرحبا أحيان عبد حتما السيد خليفة حفتر هو يعتبر من الأسماء التي لها حضوظ كبيرة في الوصول للمرحلة الثانية من الانتخابات ولكن الأمر لا يخضع فقط بعدد الناس الذين يدعمون سيد خليفة حفتر في مرحلة مختلفة من ليبيا ولكن على كيفية سير العملية الانتخابية كما تبضلت في التقرير نحن نتحدث عن رئيس حكومة وعن رئيس مجلس دولة يدعي بأنه رئيس مجلس دولة وعن مجموعات في المنطقة الغربية تعمل على إعاقة الانتخابات وعدم حدوثها بالمرة وتتدعوا إلى مقاطعتها وبالتالي الأمر ليس خاضعا فقط لمن يدعمون سيد خليفة حفتر في توجهها ولكن على الأشخاص الآخرين الذين سترشحون لهذه الانتخابات هذا بالإضافة إلى كيفية تعرف المنطقة الغربية مع العملية الانتخابية بروماتية لكن سيد عبد الحكيم اليوم المشير خليفة حفتر هو كان يمثل القيادة العسكرية الليبية التي قاومت هذه الميليشيات وحاربتها لسنوات إلى أن رأينا تطورات في المجتمع الدولي وأدى إلى هذا النوع من الهدوء هذه النظرة إلى أي مدى تجعل حضوظ المشير خليفة حفتر أقوى في مسألة الترشح هل سنرى هذا الترشح قويا أيضا في طرابلس والجنوب؟ حتما هنا تمن يناصر العملية العسكرية التي قام بها الجيش الليبي في مناطق مختلفة من ليبيا سواء في جنوب الليبي أو في الغرب الليبي لا أحب على الإطلاق أن أضح هذه الكتل في تنافس وفي تناقض بين المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية غير صحيح الجيش الليبي عند دواجهة لطرابلس لمحاربة هذه الميليشيات كان من بين صفوفه من مناطق الغربية من ليبيا ومناطق الجنوبية من ليبيا هذا بالإضافة لمنطقة الشرقية العملية كانت عملية محاولة مواجهة ميليشيات التي تختطفهم الدولة في طرابلس وليس خصومه مع مناطق الغربية أو مع طرابلس أو غيرها وبالتالي كان هناك مناطق الغربية ومنطقة الجنوبية من ليبيا والأمر لا يختزر على الإطلاق من منطقة الشرقية من ليبيا فقط طيب دكتور يوسف الفارسي دعني أذهب معك في نقطة أيضا مهمة طرحت على مستوى الإعلام أساسا عند ترشح سيد سيف الإسلام القذافي قيل هو مطلوب للمحكمة الإجنائية الدولية لا يمكن يعني موافقة على ترشيحه المفوضية إلى الآن لم تقل ذلك المشير خليفة حفتر أيضا رأيت بعض البيانات التابعة لحكومة طرابلس حكومة الوفاق والنيابة العسكرية قالت يجب أن يكون هناك تسليم وإحضار وما شابه هل هذه إشكاليات ستأخذ فيها المفوضية أم أنها إشكاليات مسيسة وبالتالي ممكن أن نراها تتجاوزها في اعتقادي طبعا أن هذه تعتبر مسيسة بشكل رئيسي خصوصا أن محاولة عاقة أي تقدم للسيف الإسلام والمشير الحفتر لانتخابات الرئيسية وهذا ما يعمل عليه تيار الأخوة المسلمين وجماعات الإسلامية تعمل بشكل رئيسي على إيجاد العراقيل نحو ترشح هذه الشخصيات بعين لأن هذه الشخصيات طبعا هي ضد هذه الجماعة لجماعة أخوة المسلمين وضد توجهاتهم بشكل رئيسي فهم يحاولوا يجدون العراقيل ويحاولوا يجدون أي مبارا دكتور يوسف هذا معروف لكن أسألك عن المفوضية هل ستتجاوز هذا الأمر ماذا عن المحكمة الجنائية الدولية يعني كثير من الأسئلة هنا الجميع ينتظر ولا يوجد إجابات لا لا طبعا بالنسبة للسوف يتم تجاوز هذه العقبات بشكل أساسي لأنها هي عقبات أشكاليات طبعا متعمدة ومقصودة لمحاولة يعني شل هذه الشلال هؤلاء متقدمين للرئاسة بشكل رئيسي يعني طيب دعني أذهب السيد عبد الحكيم فنوش بنفس السؤال السيد عبد الحكيم الجانب القانوني لعملية الترشح هذا هل ستمر أنت ترى الآن كيف البيانات تظهر بشكل قوي تجاه الشخصيات البارزة التي تناوئ حتى كثير من مليشيات يعني سواء سيف الإسلام القذافي أو المشير خليفة حفتر هل ممكن أن تمر هذه عملية الترشح هذا أتصور أن هناك ألية وضعت مقبلة المفوضية وضدمت بشكل قانوني على قبول الطعون بأي شخصية ترى الأطراف المخاصمة لها على أنها لا تتطبق عليها الشروط هناك أجال وضعت مقبلة المفوضية العليا للانتخابات وهناك لجان شكلت بتنصيق مع المحكمة العليا من أجل النظر بأي طعن من شأنه أن ينزع الشرعية عن أي متقدم لترشحه وبالتالي هذا الأمر مطروح وهذا نتوقعه من هذه الأطراف التي تدعي أن هناك موانع ماذا عن المفوضية سيد عبد الحكيم؟ هذا الأمر تمت بالتنصيق بين المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا وشكلت لجان لقبول الطعون في أي مترشح إن كان هناك أجال وضعت وبالتالي العملية القانونية مطروحة وهذا متوقع جدا هناك نحن نتوقع طعونا في أشخاص عدة وبالإضافة إلى القوانين أيضا هناك من يحاول أن يتعن فيها هناك من يتحرك الآن في المنطقة الغربية نتعن في المفوضية العليا للانتخابات ونتعن في السيد عميدة سيئة نفسها وبالتالي هذا كلها متوقع طيب سيد عبد الحكيم يبدو لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بحين انتظار هذا البيان من المفوضية أريد أن نختم بشكل عاجل مع دكتور يوسف دكتور يوسف هل سنرى وجوه جديدة من هذه الوجوه على عجالة حقيقة ستكون فيه وجوه جديدة ستتقدم لهذه المنتخبات الرئاسية ولكن لا أعرف حقيقة من هي الوجوه أغلب الوجوه يعني هي آلة ستترشحها لكن هناك وجوه جديدة هذه العالم حقيقة شخصية هل السيد بيبة من بينهم تعتقد على عجالة لا أعتقد لا أعتقد لا أعتقد لأن هناك موانا قلونية حقيقية تعيق السيد بيبة طيب شكرا لكم من بن غازي أستاذ العلوم السياسية دكتور يوسف الفارسي من باريس الكاتب والباحث السياسي اللي بسيد عبد الحكيم فنوش شكرا جزيلا لكم